السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة في تصحيح تمارين المرجع فى الرياضية للمستوى الثالث ابتدائي سنعمل اليوم على سحارة رقم 30 من نفس الكتاب ونبدأ بالنسبة للنميرو 4 أقوم بكتابة الرقم سنكتب رقم سلسولي لكل لعبة بالحروف ونبدأ أولا لن اقوم برها اقوم برها لنني اقوم برها أقوم برها 500 5 très bien pour l'avion le numéro de référence 5050 سامير سانكانت سامير سانكانت 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 ترى بيان لإكزارسي نميرو سنك اكتب اكتب اقرب الالاف الى كل عدد كما في المثال هنا دائما نقلبه الى اقرب عدد في الالاف واضح اذا نخدم هذا المثال ثمانمائة وخمسة وسبعون الاقرب هو تسعمائة يجب ان استدل شوف لاحظة معي هنا لديه ثمانية الالاف دائما نشوف العشرات لك العشرات اكبر من خمسة فراها الاقرب هو كان ضيفه رقمي للميئات فاهمين اذا العشرات هنا اكبر من خمسة فالعدد الاقرب هو تسعمائة اذا كان العشرات هنا اصغر من خمسة فالاقرب هو ماذا؟ هو ثمانمائة واضح؟ جيد نخدم مثال دبا مثلا اننا في العشرات خمسة نعطي مثال دبا مثلا لدينا ثمانية وثلاثة وخمسون لاحظ معي ماذا عندي هنا؟ عندي خمسة اذا اذا كان صغر من خمسة فراقرب الثمانمائة الى كان كبر من خمسة فراقرب الثمانمائة ولكن عندي خمسة اذا كان عندي خمسة سأنتقل مباشرة الوحدات شوف معي اذا كان ثلاثة فراقرب الثمانمائة اذا كان صفر هنا هي صفر فالسعار هما عندهم نفس القيمة اذا مقصنا خمسين سنصل الى ثمانمائة اذا زدنا خمسين سنصل الى ثمانمائة سنصل الى ثمانمائة واضح؟ اذا نأخذ المثال الثاني اربعة الاف وسبعممائة وثمانية وثلاثون عندناها اربعة الاف هنا في المئات لدينا سبعة اذا اكبر من الخمسة اذا نكتبه خمسة الاف ايه اقرب هنا لديها اربعة الاف وتسعة وثلاثون اذا لديها في المئات سفر اذا الاقرب هو اربعة الاف ستة آلاف ومئة وعشرون الأقرب هي ستة آلاف وأخيرا لدي خمسة آلاف هي الأقرب لخمسة آلاف وخمسون تتمرين رقم ستة وأضطر العدد التالي بالعشرات سأضيف في العشرات عشرة وسأقوم بحدث عشرة إذن هنا لدي خمسة خمسة آلاف وثلاثمئة هنا لدي العشرة سأقوم بحدث عشرة ستصبح سبعة وثمانون خمسة آلاف وثلاثمئة وثمانون هنا لدي خمسة آلاف ولكن انظر معي إذا قمت بإضافة عشرة سأنتقل إلى المئة مباشرة ستعود ستعليها وحش حالة ستعليها عشرة إذن ستصبح خمسة آلاف واربعمئة وسبعة في سؤال الثاني بالمئات سأقوم بالتطير بالمئات إذن هنا لدي خمسة آلاف واربعمئة لأن مئتان سأقوم بحدث مئة ونضيف مئة في الطرف الآخر إذن ستصبح خمسة آلاف ومئتان وسبعة وتسعون وفي الطرف الآخر خمسة آلاف واربعمئة وسبعة وتسعون بالآلاف هنا لدي أربعة آلاف وثلاثمئة وسبعة وتسعون وفي المقابل لدينا هنا ستة آلاف وثلاثمئة وسبعة وتسعون في تمرين رقم سبعة وتمين ملأ الجذول في الجذول يحتوي على ثلاث خانات الخانة الأولى العدد السابق مباشرة العدد والعدد اللاحق مباشرة إذن العدد السابق هو العدد إذا قمت بإضافة واحد سأحصل على ألف إذن العدد المناسب وتسعمئة وتسعة وتسعون لأن إذا قمت بإضافة واحد سأحصل مباشرة على ألف وبعد ذلك ألف وواحد هنا لدي سبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون إذا قمت بحذف واحد من هنا سأحصل على سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون بالمقابل هنا سأحصل على ثمانية آلاف تسعة آلاف تتكون ثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون وبعد تسعة آلاف تسعة آلاف وتسعة آلاف وواحد في التمرين رقم ثمانية أو bien لإجازة نميرو 8 Je comparte en utilisant superior, inferior أو égal إذا لدي خمسة آلاف زائد ستمائة زائد ثمانية زائد تسعة إذا خمسة آلاف زائد ستمائة خمسة آلاف و ستمائة زائد ثمانية آلاف و ستمائة و ثمانية زائد تسعة ستصبح خمسة آلاف و ستمائة وتسعة و ثمانية إذن عند المقارنة قلنا نقارن أولا الآلاف هنا لدي خمتة آلاف وهنا كذلك لدي خمتة آلاف ننتقل إلى المئات هنا لدي ستة ستمائة وهنا كذلك لدي ستمائة ننتقل مرة أخرى للعشرات هنا لدي ثمانية وهنا لدي سبعة إذن الأكبر هو ثمانية إذن سيكون الرمز على هذا الشكل في السؤال الموالي ثمانية آلاف زائد سبعمائة زائد خمسة وهنا لدي ستة آلاف سبعمائة وخمسة إذن نقارن أولا الآلاف لدي هنا ستة آلاف ولدي هنا ثمانية آلاف إذن مباشرة الأكبر هو ثمانية هنا أيضا لدي ثمانية في الآلاف وهنا ثمانية في الآلاف هنا لدي أربعة في المئات وهنا لدي صفر في المئات لا أتوفر على مئات واضح؟ انظر معي هنا لدي صفر لا أتوفر على المئات إذن مباشرة ثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة أكبر من هذا الأعدد في التمرين رقم تسعة أرتب تزايديا الأعداد الترقيمية التي تحملها هذه الآلات الموسيقية إذن أرتب تزايديا من الأصغر إلى الأكبر إذن نبدأ أولا باختيار أصغر عدد في الآلاف إذن هنا لدي ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة إذن الأصغر في الآلاف هو ثلاثة لكن ألاحظ بأن مجموعة من البطاقات تتوفر على ثلاثة في الآلاف إذن علي لكي أقارن بينهم أن أختار المئات إذن هنا عندي ربعة هنا عندي ثلاثة هنا عندي صفر أذكروا بأنني عندي هنا صفر عندي كذلك هنا صفر مزيلا إذن نختار ما بين هذه الجوجهات لأن في المئات قلنا لأن في المئات عندهم صفر سننتقلوك مرة أخرى إلى العشرات هنا عندي أربعة هنا عندي ثمانية إذن أول آلة موسيقية غير رتبها هي آلة العود تاليها آلة الكمان مزيلا نرجع مرة أخرى للمئات جيد هنا عقلنا هنا صفر هنا صفر في المئات نرجع إلى المئات عندي هنا ثلاثة هنا أربعة هنا ثمانية إذن اللي صغير هو ثلاثة إذن ثلاثة نضع فيها ثلاثة من بعد هتكون عندنا أربعة أربعة خمسة وفي الأخير ستة فهمت الطريقة اللي درنا باش در الترتيب دائما كان بدأوا بالآلاف كان قارن الآلاف ما بينها إلا كانوا بحال بحال كانتقلوا المئات إلا كانوا بحال بحال كانتقلوا العشرات إلا كانوا بحال بحال كانتقلوا الوحدات في تمرين رقم عشر أساعد مروان على كتابة ارتفاع كل جبل في البطاقة المناسبة لدي مجموعة من الجبال سأختار فيما بينها بتحديد من الأطول ومن الذي يليه إلى آخره طبيعة الحال أنا يمكن أن أحدد من خلال المربعات بأن لدي قمة شاهقة وقمة لها إلى أن أصل إلى أصغر قمة إذن أنا سأبدأ بأطول قمة هذه الأطول إذن طبيعة الحال ستكون هنا في البطاقات سأبحث عن أطول مسافة دائما أبحث في الآلاف هنا لدي إثنان ثلاثة واحد إثنان ثلاثة إذن أنظروا معي هنا لدي ثلاثة كبيرة وهنا أيضا ثلاثة إذن لقارنا بينهما أنتقلوا إلى المئات هنا لدي إثنان وهنا لدي صفر إذن الأكبر هي ثلاثة آلاف ومئتان وإحدى عشر متر القمة التي تليها ستكون ثلاثة آلاف وتسعة أمتار بعد ذلك لدينا هذه القمة هل ستكون مئتان وثلاثة مئة وخمسة وسبعون أم مئة أو ألفان وستمئة واربعة وثمانون إذن هنا لدي في المئات ستة وهنا لدي ثلاثة إذن ستكون مئة ألفان وستمئة وأربعة وثمانون مترا بعد ذلك لدينا قمة طولها ألفان وثلاثمئة وخمسة وسبعون متر وأخيرا لدينا ألف وثمانمئة وخمسون مترا بهذا نكون قد أنهينا صفحة رقم ثلاثون ونلتقي في حصة أخرى لتصحيح صفحة رقم واحد وثلاثون